كما قال قنصيت إن الإقصاء والتهميش المتعمت من قبل الشرعية لأبناء محافظتين مهرة والسقطرة وتجاهل بنود الاتفاق العسكرية القاضية بإخراج ميليشيا الإمارات من الجزيرة أمر لا يشير لأي توقعات إيجابية للحكومة رغم المآمرات والأساليب الغير مقبولة أولها من الحكومة الحكومة اليمنية المغتربة في فنادق الرياض ولكن نحن توقعنا لماذا لا تزعل بالحجم المطلوب على هذه الأقصاء لأننا نتوقع هذه الحكومة لا تجاوز الفنادق ولا تكون خدمتها سواء داخل الفنادق الرياض والتواصل في الواتساب لن تحقق ما يحتاج الشعب على مسؤول الجنوب وعلى مسؤول المن بشكل عام ولكن ستحصل مفاوضات أخرى وسيحصل حوار آخر ولازم يكون الحوار يمني يمني عندما يحقون الحوار يمني يمني نحن سنرغم بأذن الله على اليمنيين يريدوا ولا ما يريدوا ولكن نحن حقوقنا سننتزعها بالشكل كامل من كافة الحقائب الوزارية والأشياء التي من ضرور أن يحصل عليها بين المهر وسقطرة المهر وسقطرة وقفوا مع مستسات الدولة ووقفوا مع الحكومة الشرعية ولكن على الأسف لم يكن في أحد معهم ولكن اليوم سيقفوا مع بعضهم البعض بذن الله وكذلك مناصر أخواننا اليمنيين اللي هم الناس حاب الحق والمنصفين اشتركوا في القناة